سائلة بتقول لي يا ورس أخويا مستولي عليه كان شغال مع أبويا نقول لها عتعملي أربع حاجات أول حاجة عتنصحيه وتقوله وتقوليه له قال النبي من أخذ شبر أرض طوقه الله في سبع أراضي وتفاهميه في سبع قرات أرضية الشبر ده عيتفحر والتراب ده كله عيتعلق في رقابتك وعتفضل شايل التراب ده كله خمسين ألف سنة وعنيدي عليك زي مساعدة نزايد ده على واحدة خدت منه أرض ماتت عمية ودفنت في بيتها طيب خاف ما خافش بنت تروح لأي مجل الشرع حتى لو بعيد عنك يطلبوا في التليفون ويقولوا طلبينك لحكم الشرع مهم ما قوي طلبينك لحكم الشرع ما استجابش لحكم الشرع بنروحوا القانون ونجيب محامي نقوله لك نسبة وخلص ما استجابش للقانون بناخد المبلغ اللي قدر يقولين عليه عشان نقلل الضرر ونفضل نطلبه بالفلوس دي لحد يوم القيامة لأن البعض بطلة والبعض فيها إكراه فلازم لازم لازم نفضل نتابعه لحد ما نحاول لو مات هو نطلب أولاده وأولاد أولاده ولو هو ليه شغل اشتغله مع والدك ياخد نصيبه قبل المراس ويرجع يوليس معيك لو شغل اشتغله فلوس حطاه ياخدها قبل المراس قولوا قولوا هذا واستغفر ليوا هذا الكتاب كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية الذي يباع بسعر التكلفة فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك ترجمة نانسي قنقر